موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأزواجه وذريته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار أما بعد فموضوع هذه الكلمة في هذه الليلة التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها كلمةً نافعةً للمتكلمين وللسامعين أجمعين موضوعها عن سلامة القلب وسيدور الكلام حول الأمور التالية إن شاء الله أولاً أهمية الموضوع ثانياً من الآيات والأحاديث الشريفة في أهمية سلامة القلوب ثالثاً كيف تسلم قلوبنا رابعاً علاقة سلامة القلوب بطلب العلم وعلاقة سلامة القلوب بنشره والدعوة إلى الله وثالثاً علاقة سلامة القلوب بنشر الإسلام في بلداننا وأقطارنا وفي أوطاننا أولاً أهمية هذا الموضوع كثيراً ما تسمع الناس سوقتهم وعامتهم وطلابهم يسألون أهل العلم عن الحلال والحرام وهذا بلا ريب أنه سؤالٌ مطلوب وأمرٌ مرغوب كيف لا وقد قال الله عز في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن قل ما تسمع آذاننا وترى أعيننا من يسأل عن تزكية النفوس وعن سلامة القلوب وعن الأمور الباطنة فهل قلة السؤال عن هذه الأمور يدل على عدم اهتمام أو يدل على استحكام للغفلة نسأل الله أن يدفع عنا أجمعين الغفلة أهمية موضوع سلامة القلوب سلامة القلوب أيها الأحبة من الأمور الضرورية والمهمة التي يترتب عليها سلامة الإنسان يوم القدوم على الرحيم الرحمن والوقوف والمثول بين يديه ثانيا سلامة القلوب فيها سلامة الإنسان من وقوع الوحشة والخشونة بينه وبين الناس لأن سوقة الناس وعامتهم يدركون صلاح القلوب وسلامة الصدور بحسن الخلق وحسن التعامل والتآلف والتعاون والتكاتف أما إذا وقعت الخشونة ووقع الجفاء ووقع التدابر فإن ذلك نذير عدم سلامة القلوب والصدور نسأل الله السلامة والعافية الأمر الثالث أن سلامة القلوب وصفائها تؤدي إلى سلامة الإنسان نفسه في صحته في بدنه في أعضائه في تفكيره كثير من الأطباء اليوم يربطون بين سلامة النفوس وصفائها وإشراقها وبين الأوجاع والأمراض والأسقام التي تصيب الإنسان يربطون بين الأمراض الظاهرة البدنية وبين الأمور المعنوية النفسية القلبية مثل الضغط وأمراض القلوب والشرائين وما شابه ذلك والسكر وكثير من الأدواء والأمراض يربط الأطباء بينها وبين ما يقع في هذا الجهاز الحساس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب من نصوص الوحيين يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن السلامة لا تتحقق للعبد يوم القيامة إلا بأن يسلم قلبه في هذه الدنيا قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من النفاق سليم من الكبر سليم من العجب سليم من الحقد سليم من الحسد وغير هذه من الأدواء التي تضعفه تمرضه وقد تقتله نسأل الله السلامة والعافية ولما ذكر الله تبارك وتعالى صفات أهل الجنة ماذا قال فيهم قال الله تبارك وتعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُّدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمْ وَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولاحظ معي هذا التعبير الرباني الإلهي وَنَزَعْنَا مَا فِي صُّدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ يدل على أن مجاهدة العبد نفسه لإخراج ما في قلبه مما يتعارض مع السلامة يحتاج إلى منازعة ويحتاج إلى مجاهدة وهكذا كل المسائل التي يجاهد العبد فيها نفسه ليقيم نفسه على طاعة ربه تحتاج إلى مجاهدة لكن مجاهدة العبد لقلبه من أعظم ما يكون يحتاج لا سيما إذا تربى في مجتمع إذا تربى وترعرع في مجتمع يغرس هذا المجتمع الأحقاد والضغاء وأنواع من الحسد في نفس هؤلاء الناشئة سواء كانوا ينتظمون أسرا أو مجتمعات أو جماعات وأحزاب يتربون ويربون أبناءهم ويربون أتباعهم على الأحقاد والضغاء فإن الأمر يحتاج إلى عملية جراحية إيمانية لاستئصال وانتزاع هذا الدائي القتال وهذا المرض الذي يحتاج إلى أنواع وأنواع من المجاهدة حتى يسلم ويترتب على هذه السلامة تترتب عليها الحب والوئام والسلام وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه أحمد وابن ماجا وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان مخموم بالخاء والميم والواو آخر الكلمة ميم مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا يا رسول الله عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب عد معي ما مخموم القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النقي التقي لا إثم عليه لا بغي فيه ولا غل ولا حسد من أفضل الناس يا رسول الله قال مخموم القلب من مخموم القلب يا رسول الله قال النقي فيه نقاوة ما فيه ضغينا ويتعين تفقد هذه الضغينا واستقرارها في القلوب إذا أضحت الضغائن إذا أضحت الضغائن ديدنا وسننا لأقوام يتربون على هذه الضغينا وما الذي يترتب على هذه الضغينا وما الذي يترتب على مخالفة النقاء والتقوى والتقوى تدابر تباغض تهاجر تنابذ همز غمز عداوة وإن كانوا يحملون العلم وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله لأن الإنسان كما أن الخلق بالتخلق والعلم بالتعلم كذلك البغض بالتباغض ولربما يولد الإنسان على البراءة والفطرة السوية ثم يأتي شياطين الإنس والجن أكرم الله السامعين فيجتالونهم عن المحبة والمودة إلى البغضاء إلى الشحناء إلى الشقاق إلى الهمز واللمز والتدابر والتهاجر وهذا بلا ريب أنه من علامات وأمارات أن الإنسان قد يكون نعم متعلما ولكن قد يكون إذا كان يحمل هذه النفس الأمارة وهذا الصدر الموغر وهذا القلب المكتوم الذي يغلي الحقد فيه كما يغلي البركان يدل على أنه لعله ممن قال الله فيه وأضله الله على علم من مخموم القلب يا رسول الله؟ قال النقي التقي الذي لا إثم عليه لا بغي فيه لا غل ولا حسد سليم تجد هذه السلامة على محياه على تقاسيمه على سلوكياته ابتسام لين كلام إطعام طعام إفشاء السلام هشاشة بشاشة تجد هذا كله مرتسما على محياه وعلى قسمات وجهه لكن على خلاف غير مخموم القلب تجد قسمات وجهه تنبيك عما في قلبه تسلم لا يسلم تلين يجفو تتواضع يستعلي تسامح لا يسامح يدابر يهاجر يقاطع يهمز يغمز جراح أينما ذهب وأينما حل في بلدان عربية بلدان أعجمية بلدان إسلامية بلدان غربية إفريقية آسياوية ما يعرف إلا الجرح والتجريح وهذا ليس معناه ألا وجود لعلم يسمى جرح وتعديل وهو قائم بذاته لحفظ الشريعة وصيانة الدين كتاب الله وسنة سيد المرسلين من أعظم ما يتقرب به العبد الخبير به الذي يضعه في موضعه من أعظم ما يتقرب ويقرب العبد إلى ربه إذ بهذا العلم بالجرح والتعديل حفظ الله عز وجل كتابه وصانا وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم وحقق لنا الوعد الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فنسأل الله أن يرزقنا النقاوة وأن يرزقنا التقوى وأن يبعدنا عن البغي وأن يبعدنا عن الإثم والعدوان وأن تصفو قلوبنا من الغل والحقد والحسد إنه على كل شيء قدير ودعاؤنا بتطهير قلوبنا إليه لا إلى سواه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء لا حول لنا ولا قوة لا حول لنا ولا قوة إلا بالله رب العالمين ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوى وهو صاحب أطهر قلب وأشرف قلب وأشرح قلب وألين قلب كان أكثر دعائه في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويروي الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث مرة فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع أعرابي تنطف لحيته ماء على إثر وضوء ثم في المرة الثانية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل وفي المرة الثالثة يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع الرجل نفسه فلما انصرف الرجل بعد هذه البشارة والبشارات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات له انطلق عبد الله بن عمر بن العاص وراءه وقال تستضيفني فاستضافه ثلاثا فما رأى عبد الله منه كثير صلاة ولا كثير صيام استضاف عبد الله بن عمر بن العاص ثلاثة أيام فما رأى عبد الله منه كثير صلاة ولا كثير صيام وما أعظم كثرة الصلاة المنضبطة بالسنة وكثرة الصيام المنضبطة بالسنة أيضا فقال له يا رجل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بشرك بالجنة ثلاث مرات وما رأيت منك كثير صلاة ولا كثير صيام قال والله هذا الذي رأيت ثم لما هم أن يدبر قال يا عبد الله ذكرت شيئا لم أبت ليلة وفي قلبي غش أو قال غل على مسلم لم أبت ليلة وفي قلبي غل أو غش على مسلم ما في حقد ما أن يتوسد سريره ووسادته حتى يخرج كل شيء في قلبه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه هي التي وهي التي لا نستطيع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا الأمر ضروري وواجب على الفور تطهير القلوب تصفية النفوس سلامة الصدور هذا على الفور وأنت تتعلم الآن حتى لا يفوت الأوان وحتى لا تزل قدم بعد ثبوتها يحظى طالب العلم بأرفع الشهادات وينال أرفع الدرجات ويحمل في صدره قلبا أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يحمل في قلبه حبا ولا يحمل في قلبه مودة ولا يمكن أن تتخلى المحبة قلبه علاوة عن أن تتربع على سويداء قلبه وينشأ ناشئ الفتيان مننا على ما كان عوده أبوه نحن الآن ونحن نطلب العلم في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طيبة الطيبة يجب أن نربي أنفسنا وأن نجاهدها على أن تطيب نفسنا وصدق من قال إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب أين يطيب قلبك أين يسلم صدرك متى يخرج الحقد من قلبك متى يخرج الحقد من قلبك والأمر قد يكون فيه غموط وقد يوعز إلى أحدنا من قبل أقوام فيقال لهم ما في محبة أبغض أحقد وهذا بلا ريب أنه من تلبيس إبليس لأن الأصل في المسلمين أنهم يحبون والأصل في المسلمين أنهم يقربون والأصل في المسلمين أنهم يوادون ويوالون وليس الأصل فيهم أنهم يباغضون ويجافون ويقاطعون ويدابرون ويهاجرون في المسلمين سوقة وعامة المسلمين علاوة عن أن يكونوا من أهل العلم ومن طلابه ويروي الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال نظر الله امرأا سمع مقالتي سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها أو قال صلى الله عليه وعليه وسلم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط واضبط معي تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم والحديث صحيح إيش معنى ثلاثة أو ثلاث لا يغل أي أن هذه الثلاثة إذا وفق العبد لها وتربى عليها وقام بنشرها واحفظ هذه الثلاثة لأني سأختم بها فيما يتعلق بتوطين الإسلام في البلدان والأوطان والأمصار والأقطار ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله متى ما تمكن الإخلاص من قلوبنا فهي بشارة أننا قد بدأنا المجاهدة لسلامة قلوبنا وصفاء نفوسنا وسلامة صدورنا والتشبه بأهل الجنة في هذه السلامة وفي هذه الاستقامة إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين مناصحة أئمة المسلمين ما هو تدبير ما هو خيانة ولا غدر ولا تحزب ولا تعصب ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة بل كما ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعتهم لزوم جماعتهم نلزم جماعة المسلمين لأي شيء لتكثير سوادهم في الشر لتكثير سواد الشر للدعوة إلى الإثم والعدوان حاشا وكلا بل عندنا مبدأ تجتمع عليه الجماعة وتلتقي عليه الأمة إيش المبدأ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثالثا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سلامة القلوب وصفائها ونقائها واستقامتها وبياضها وبياضها أولا الدعاء لا شيء أعظم بعد الإيمان والتوحيد من الدعاء ندعو الله تبارك وتعالى اللهم كما أكرمتنا ووفقتنا وهديتنا من غير حول منا ولا قوة وسقتنا إلى مدينة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا زكاة النفوس اللهم إنا نسألك طهارة القلوب اللهم إنا نسألك صلاح الأعمال اللهم إنا نسألك الإخلاص نكرر من المأثورات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على الصفاء ثبت قلوبنا على السلامة أخرج من قلوبنا الحقد والضغينة أخرج من قلوبنا الغل أخرج من قلوبنا الحسد أخرج من قلوبنا الشرك أخرج من قلوبنا النفاق أخرج من قلوبنا الرياء أخرج من قلوبنا الغفلة واملأ قلوبنا إيمانا وجدد الإيمان في قلوبنا ندعو الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل أقرب إلى نفوسنا من نفوسنا وأعلم بما في قلوبنا وقلوبنا بين جوانحنا لأن الله عز وجل هو الخالق جل جلاله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثانيا الإيمان ثانيا الإيمان ما أن يشعر الإنسان بضعف في إيمانه حتى يسعى جاهدا ومجاهدا نفسه بالطاعات بالفرائض بالنوافل بالمؤكدات بالرواتب بالمستحبات بسائر أنواع القربات والطاعات ليزيد مستوى إيمانه في قلبه لأنه إذا زاد الإيمان في قلوبنا رقت قلوبنا وتزكت نفوسنا وانتفعنا بهذا العلم أيما انتفاع قال الله تبارك وتعالى من يؤمن بالله يهدي قلبه من يؤمن بالله يهدي قلبه طيب علامة هداية القلوب إن شراح الصدور فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فمن وجد في قلبه ضيق ما يحتمل رؤية أحد لا سيما إذا كان هذا الواحد ممن يخالفه في الرأي يضيق برؤيته ويضيق صدره سبحان الله العلي العظيم هذا من أمارات ضيق الصدر سوء الخلق وشراسة الطبع والتدابر والتهاجر من الأمارات والعلامات التي تدل على أن صاحب هذه الأمارات والعلامات التقطيب تقطيب الجبين الكلام من طرف اللسان إعطاء الدبر وتولية الظهر الجفاء وخشونة التعامل عدم إفشاء السلام عدم إطعام الطعام عدم التفاهم عدم اللقاء هذا كله يدل على أن القلب ما هو سليم القلب ما هو سليم وإذا ما سلم القلب ترى ما تنفع الكتب ما تغني الآيات والنذر عن قوم شوف لا يؤمنون ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون العلاج الثالث الاستقامة على هذا الإيمان فإيماننا كما حفظتم وكما تعلمتم وكما سمعتم وكما سرى في أوصالكم وجرى في دمائكم وانعقدت عليه قلوبكم اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو ينقص بالعصيان تكامل تمام في سير العبد إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة وبهذا وبهذه الاستقامة على الإيمان والتطبيق العملي له في واقع الحياة يرزق العبد زكاة النفوس ويرزق طهارة القلب ويرزق البراء ويرزق السلام سلامة في قلبه سلامة في فكره وعقله سلامة في سمعه وبصره سلامة في تعلمه وتلقيه سلامة في إلقائه وتبليغه وهذا بلا رب أن كل ذلك من بركات سلامة القلب وزكاة النفس وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وقل ما تقع عيناك على من سلمت أخلاقه وصف تعامله إلا وفي الغالب تجد أصحاب هذه الصفات العلية الأدبية الأخلاقية إلا وتجد الإيمان قد توطن في قلبه وتمكن من نفسه بدليل أنه يفشي السلام ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه إشراقة الإيمان على وجهه وابتسامة المؤمن على محياه وفي وجهه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه تحدث له نعمة وهو في مهجعه وهو في بين أهله فلا يكاد يطيق حتى ينقل هذا الخير من بيته ومن أعماق نفسه ومن مهجعه ينشره للناس لأنه ثمة صفات إيمانية أخوية تدل على سلامة قلبه ومنها هذا المبدأ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الأمر الرابع كظم الغيظ العفو عن الناس التسامح انتبه لهذه القضية كظم الغيظ العفو عن الناس الصفح المسامحة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وعندما تكلم رجل من الصحابة في حادثة الإفك في أم المؤمنين عائشة كما ورد في الحديث الصحيح أقسم أبو بكر الصديق والد الصديق رضي الله عنهما وكان ينفق عليه فأقسم أنه لن ينفق عليه بعدما تكلم في أم المؤمنين عائشة فلما نزل قول الله تبارك وتعالى شوف القرآن يطمئن القرآن يسكن القرآن يسلم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لما نزل قول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم مباشرة من غير تردد قال أبو بكر قد عفوت وغفرت عن مصطح والله إني أحب أن يغفر الله لي إني أحب أن يغفر الله لي لكن عندما ترى في صرح علمي أو في مجتمع أو بيئة متدابرون خلاص ما فيه مثل ضربة السيف متهاجرون لا وصل متقاطعون لا وصل ولا محبة وقد يزكي مثل هذه النعرات الغضبية الشيطانية الحقدية قد يزكيها بعض شياطين الإنس والجن أكرم الله السامعين لذلك يجب أن يكون الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى له شياطين الإنس والجن زخرف القول غرورا يقولون له ابغض هذا ابغض هذا دابر هذا قاطع هذا أهجر هذا يا أخي الهجر دين عندنا في دين الإسلام فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لكن من الذي يحب ومن الذي ومن الذي يبغض يحتاج إلى ملكة إيمانية وإلى علوم شرعية وإلى نصوص من الوحيين وإلى قواعد وضوابط وكلما ازداد الإنسان في العلم رسوخا تبين له الرشد من الغي في باب الحب في الله والبغض في الله ولذلك تجد بعض المبتدئين من أسرع الناس هلكة من أسرع الناس هلكة في الحب والبغض لسه لا يعرف أركان الإسلام ولا يعرف أركان الإيمان من يوم ما تطأوا قدماها المطار لسه لا يعرف أركان الإسلام أركان الإيمان أركان المودة والمحبة والأخوة وحقوق الإخوة يلقن البغض والحقد فيظل يحقد قبل أن يحب ويبغض ويجافي قبل أن يوالي ولا يعرف كوعه من بوعه أو من كرسوعه ولذلك هؤلاء الذين يعدون مبتدئين في العلم مبتدئين فيما يتعلق بمسائل الإيمان والإحسان واليقين والتقوى أسرع الناس هلكة وغرقا في هذا البحر اللجي المظلم الذي إذا أخرج أحدهم يده لم يكجراها وهو بحر الحقد والبغض يا بني يا أخي يا صاحبي يا زميلي يا جاري تريث قليلا تريث قليلا حتى يتمكن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحب المؤمنين والمسلمين من قلبك هذا التلقين يعد إنحرافا في أخذ الأمور من بابها وأخذها بنصابها الشرعي تريث لا تقعن في هلكة وتهلك المسلمين فهو أهلكهم أو أهلكهم نسأل الله السلامة والعافية إن ظل على هذا الحقد وهذه الضغينة وهذا الغل نسأل الله الغل نسأل الله السلامة والعافية التسامح العفو قال والله بل أحب أن يعفو قد عفوت وبين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل عليه رجل فيه شيء من الجفاء فيقول يا عمر إنك ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل يعني ما تعطينا ما تنفق علينا كفاية ولا تحكم فينا بالعدل وبالقصطاص المستقيم فهم عمر أن يبطش به فقال أحد جلسائه من الناصحين يا أمير المؤمنين يقول رب العالمين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين فما أنتلى عليه قول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف حتى هدأ عمر وبرد رضي الله عنه وأرضاه التسامح المسامحة ويعجبني أحد الإخوة أعرفه نشأ في بيئة فيها حقد وكراهية وبغط فبدلا من أن يتابع هؤلاء الحاقدين كان على خلاف ما هم قد تربوا عليه ونشأوا فطفق كل ما رزق بمولود يسميه يشتق إسما من السماح والمسامحة فسمى واحدا من أولاده مسامح وسمى البنت سميحة وسمى البنت الثانية سماح فأسأل الله أن يسامحه وأن يسامحنا أجمعين وأن يسامح تلك البيئة التي نشأ فيها بيئة الضغينة والعقد ولا يكون الإنسان وإن معه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا يسيء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس بالضغاء والأحقاد والحسد والتهاجر والتدابر أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم وليكن ما يكون فيه مجموعة كده سبحان الله عندهم نكد تربوا على الحقد أو لقنوا الحقد لقنوا الحقد يجب أن تسعفوهم يجب أن تغيثوهم يجب أن تنقذوهم أنتم صاحب أصحاب الطوارئ والإسعاف السريع بدروس إيمانية ونصيحة نبوية قولوا لهم يا إخواننا هذا التدابر والتهاجر والله ما هو معروف عاد الصحابة رضي الله عنه مجمعين والله ما هذا هكذا يا سعد تورد الإبل والله أنتم مخالفون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تريدون أن تنتفعوا بقلوبكم ما تريدون أن تنتفعوا بنقاء صدوركم وسلامة قلوبكم طيب نردد عليكم لعل الله أن يتوب عليكم فتحظون بحب الله لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نذكركم إذا لم يتذكروا أكتب في لوحة في مهجعهم وغرفهم وفي شوارعهم وطرقاتهم ومجتمعاتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ذكروهم بهذا الحديث غير أني لم أبت ليلة وفي قلبي غل على مسلم غل على مسلم وهذا رجل يسب عدي بن حاتم رضي الله عنه يسبه سبا شديدا فدنى منه عدي بن حاتم وقال له يا رجل فرغت فرغت من السب إذا لم تفرغ من السب أكمل وأتم لأن رجالا من قومي لأن أشراف قومي لو سمعوك تسبوا شيخهم ما أظنك تسلم منهم أو من بطشهم لاحظ يقول أتم فإن رجالا لو سمعوك تسبوا شيخهم يعني نفسه ما أظنهم سيسامحونك تسامح هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدخل مسجدا ومعه حرسه في ليلة ظلماء والمسجد مظلم فيركل بطرف قدمه رجلا نائما في المسجد فيفزع الرجل وينظر إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة أمير المؤمنين وما عرف قال له أمجنون أنت يا رجل أمجنون أنت مجنون أنت لأمير المؤمنين فقال عمر بن عبد العزيز لا فهم حرسه أن يبطش به فقال دعوه دعوه رجل سألني قال أمجنون أنت فأجبته على قدر سؤاله فقلت لا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهذا علي بن الحسين رحمه الله علي بن الحسين أيضا يسبه رجل فيدن علي بن الحسين ما يقابل السيئة بالسيئة لأن هذه صفة شميلة وصفة وخلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا يجزي السيئة بالسيئة صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا ولكن يعفو ويصفح يسب رجل علي بن الحسين هذا الحفيد يسبه فيدن منه علي بن الحسين ويقول يا رجل ما خفي عنك من عيوبي والله أكثر مما ذكرته فيي وأسأل الله أن يغفر لي ولك خذ هذا الثوب خلع ثوبه وأعطاه إياه هدية وأعطاه ألف درهم فذهل الرجل من هذا الخلق وهذا الأدب وهذا التسامح وهذا العفو انظر إلى هذا العفو وهذا التسامح من أولئك المتدابرين المتهاجرين المقطبين لجباههم الرافعين والخافضين لحواجبهم المتدابرين سبحان الله سبحان الله بعدما تشرق شمس الإيمان وشمس الهداية في قلوبنا نرجع مرة ثانية من حيث الإيمانيات والأخلاقيات من الصفر من الصفر العوام يدركون مثل هذا يقولون هذا الرجل جارنا ترى احذروه فوالله أظنه قد ضم بين جوانحه قلبا أسود مرباد لماذا؟ قال ما يعفو ما يصفح ما يسلم ويحب المدابرة ويحب المهاجرة ودائما مجالسه في الهمز والغمز واللمز نسأل الله السلامة والعافية ما نظن إلا أنه يحمل قلبا أسود كالكوز مجخيا نسأل الله السلامة والعافية فماذا قال الرجل لعلي بن الحسين بعد أن أعطاه ثوبه وأعطاه ألف درهم وهو يسبه قال أشهد بالله أنك من أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد بالله أنك من أولاد يعني من ذريتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن مثل هذه الأخلاق أخلاق نبوية مده بها خير البرية من الله عز في علاه من فوق سبع سماوات أولستم تحفظون وإنك لعلى خلق عظيم أولستم تحفظون حين سئلت أم المؤمنين عن عائشة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أولست تقرأ القرآن كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وأختم أنتقل إلى المسألة الرابعة والأخيرة لأن وقت العشاء قد دنى صلة سلامة الصدر بالعلم وطلبه صلة سلامة الصدر بنشره والدعوة إليه صلة سلامة الصدر بما نأمله ونطمح إليه ونتمناه ونرجوه وترجوه أوطاننا وبلداننا وأقطارنا الذين ابتعثونا 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 لنرجع إليهم إيش لنرجع إليهم دعاة حقد وضغينة لا إله إلا الله لنرجع إليهم دعاة فرقة وتحزب وتعصب سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم أولا أثر سلامة الصدر في طلب العلم هذا الوعاء الذي بين يديه لا يمكن أن تعبئ فيه طعاما طيبا ولا أن تملأه بشراب طيب إذا كان الوعاء من داخله ملوث خبيث أكرم الله السامعين أليس ذلك كذلك؟ بلى فإنك مهما وضعت من طعام طيب أو شراب طيب فإنهما سيخبثان لأن ما داخل الوعاء والإناء خبيث أكرم الله السامعين فكذلك هذه القلوب وهذه النفوس ما دامت ليست سليمة مملوئة بالحقد مملوئة بالضغينة مملوئة بالكراهية مملوئة بالشرك والنفاق مملوئة بالكبر والتعالي فوالله إنك مهما حشوتها ومهما أدخلت العلم فيها هذا الإدخال كمثل إدخال الطعام في إناء خبيث سيخبث هذا الطعام وسيخبث هذا الشراب لأن الإناء غير نظيف التخلية قبل التحلية ولذلك تعلمنا في عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا نفي لا إله إلا الله وإثبات تعلمنا في عقيدتنا فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها هذا المبدأ الذي تعلمنا أنه لا بد من التخلية ثم التحلية أخل قلبك أيها الحبيب أيها الإبن أيها الأخ أخل قلبك من الشرك ليسلم قلبك من النفاق ليسلم قلبك من القسوة ليسلم قلبك من الغفلة ليسلم قلبك من الحقد والحقد هذا داء عجيب حتى الجاهليين في جاهليتهم كانوا يأنفون من أن ينتشر عن أحدهم أنه حقود أَوَمَا تَحْفَظُونَ قَوْلَ عَنْ تَرَى وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيْمَ عَلَيْهِمُ وَلَيْسَ رَئِيْسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَ وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيْمَ عَلَيْهِمُ وَلَيْسَ رَئِيْسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَ من هذا الذي يبث الحقد في قلوب الشباب وقلوب الشيب وقلوب الصغار والكبار والذكور والإناث من هذا الذي ينبغي أن يساط بسوط الإيمان والإحسان والمحبة ليتبين له الرشد من الغي وأنه يسعى بظلفه إلى حتفه وأنه يضل الناس على علم نسأل الله السلامة والعافية ياخي المسلمون متحابون المسلمون متوادون المسلمون متآخون المسلمون متعاونون المسلمون غير متدابرين غير مهاجرين مع الأخذ بعين الاعتبار أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لكن هذا بنصوص شرعية بقواعد وضوابط لدى العلماء والفقهاء مرعية يقدرها الراسخون في العلم والراسخون في علوم القلوب وهم من ينتظم سلك أهل السنة والجماعة وليسوا أصحاب الشطحات وأصحاب حدثني قلبي عن ربي وأصحاب الاعتماد على الرؤى والمنامات وجعل الرؤى والمنامات كالإرهاصات للنبوة وهذه كلها مما يبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى ويبعده عن حقيقة تزكية النفوس عند أهل السنة والجماعة وفق القرآن والسنة على منهج سديد وطريق حميد رشيد وهو منهج أهل السنة والجماعة الذين أكرمنا الله تبارك وتعالى في هذا الصرح العلمي الشامخ أن نتتلمذ فيه أن نتعلم فيه أن تكون مصادرنا وشيوخنا فيه زملاؤنا كل ما نأتي وكل ما نذر في هذا الصرح العلمي السلفي الشامخ الذي فيه هداية بطلب العلم النافع وهداية للقلوب بالإيمان والتقوى والإحسان وسلامة الصدور إن شاء الله تبارك وتعالى العلم يحتاج إلى سلامة لأن الله عز وجل قال واتقوا الله ويعلموكم الله واتقوا الله ويعلموكم الله معنيان مترابطان تتق الله يفتح الله لك العلم تتعلم العلم الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سديد ورشيد منهج الصحابة والتابعين خير القرون يرزقك الله عز وجل التقوى واتقوا الله ويعلموكم الله تتعلم العلم النافع يرزقك الله عز وجل التقوى تتق الله يفتح الله عز وجل عليك بالعلم النافع تبغض خلق الله تحقد يمتلئ قلبك بالبغض والحقد والعداوة للمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيش الآثار؟ آثار سيئة ليس عند الإنسان قدر أن يحفظ آية جرب هذا يوم تكون في قلبك شحناء وبغضاء ما أظنك والعلم عند الله تتمكن من حفظ آية ولا تتمكن من حفظ حديث ليش؟ لأن الحفظ يحتاج إلى إشراقة الحفظ يحتاج إلى نور الحفظ يحتاج إلى تقوى الحفظ يحتاج إلى أن تظل رافعاً رأسك إلى السماء لهج لهج اللسان يلهج لسانك بذكر الله فيطمئن قلبك وتتزكى نفسك عند ذلك لو سمعت أو قرأت صفحة أو صفحتين وسمعت ساعة أو ساعتين تجد العلم محفوراً في قلبك ولذلك لما شكى الشافعي لشيخه وكيع سوء حفظه كلمات يسيرة وليست خطبة طويلة عريضة إيش قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي دليل هذا وفق ما قعدتم من قواعد أهل السنة والجماعة أن الإنسان كلما زاد تمسكاً بالفرائض وثباتاً عليها وثباتاً على الواجبات والأخذ بالرواتب والمؤكدات والمستحبات والمباحات زاد إيمانه قل ارتكابه للمحظور من الذنوب والفجور والمعاصي زيادة إيمان نقص معاص وفجور مخالفات إيش النتيجة المردود المردود الإيجابي على العلم زيادة حفظ زيادة فهم توفيق بركة في الوقت واتقوا الله ويعلمكم الله ترجمة نانسي قنقر